السلام عليكم معكم خديجة عماري رئيسة جمعية الحكامة والتضامن الاجتماعي بالمحمدية كما تتشوفوا أننا اليوم دخلنا لقصبة برنامج أوراش النسخة الثانية وبيد المناسبة كما تتشوفوا أن العمالة مقموة وكلهم تشتغلوا تبارك الله عليهم الشكر الموصول لسيد العاملة لعملات مدينة المحمدية والشكر لسيد رئيس مجلس العمالة ورئيس مجلس الجماعة إذا أخوة خديجة إمتا تطلق هذا المشروع عمالة لكم؟ أريد أن تقريبا من 5 لديه تقريبا 10 يام ما هو البرنامج الذي ستخدمون الهدابة؟ البرنامج النظافة والبسانة السنة والنظافة والصباغة كذلك ما هو البرنامج الذي تكلفت في هذا المنظف؟ 18 نوانبير وزنقة بغداد والقصبة وقد تكون لدينا المندوبية الصحة والمستصف للسلمة وبني يخلف ما هو العمالة؟ ما هو العمالة؟ أعطوكم لأخذكم كيف يتوفروا الأليات كيف يمكن أن تحقق المبتاغة المطلوب؟ نعم من طبيعة الحال؟ كل شيء أعطوه لنا لديك شيء الحسيات جدية نعطوه لنا من البعض التي ستخدمون هذا البسانة لدينا هذه الحاضيقة الصباغة من البرنامج وكذلك ما هي المنطقة التي لديكم؟ نحن بدنا النظافة هي القصبة 18 نوانبير زنقة بغداد والمستوصف للسلمة من دبيئة الصحة ومن يخلف من عندكم من الواتشان وأخذ الصباغة والبسانة ما هو المنظفة؟ أربعة أشهر أربعة أشهر وكذلك خريفة الطريق كيف تعملون بها؟ نعم من طبيعة الحال نعم خطة الطريق وكذلك عندكم احتياجات لبعض الأليات التي يمكن أن تساعدكم لكي أعطوه نتيجة 100% هذا الحالي الحمد لله أنا قاعدت تصلنا بيوم وكذلك كلهم أدان صغيرة الحمد لله إذا كان هناك نداء للساكنة الأصلاق لكي يساعدكم ويجعلون هذا العمال يخدمون في ريحية ورثية نداء للساكنة القصبة رات برق الله من شاء الله اللي بغيت نقول لهم وهو أنهم يساعدون غير بالنظافة والذي عنده شي سبيل أنه يحطوا ويجمعوا نحن معاهم في النظافة ويعاونونا إذا عاونتك الساكنة وعاونك المواطنة رمشت الساكنة رمشت الساكنة رمشت الساكنة رمشت الساكنة يجمعونا يجمعون الساكنة شركة ويجمع الساكنة ويجمعونا أننا تحافظ على المنهج والنظافة وأولياء مدينة الظهور تقام مدينة الظهور ويجمعونا شكر لعملة محمد ياق لأنها وفقش على برنامج والحكومة تهيق وحتى جمعية الحكمة والتضامن وبرئاسة خديجة العماري وشكرنا المؤطنين الذين توجهونا توجيها في المنطيق وحتاج الأليات التي كنا في المنطيق لدينا عرق على الفياق الحمد لله شكرا وكل شكر لجمعية الحكمة والتضامن إذاً فهمت من الخول لي لك بأنك تفضل النظافة وكذلك تعبئة الساكنة نعم هذه الأولية هي النظافة تعبئة الساكنة وأصلاً ساكنة لدينا من عندهم أحد أدنساغية نفس معاونينا نحن أول شيء يكون غير دعوة الخير وتستمر هذا الورش إن شاء الله لسنوات قديمة ويكونوا المؤطنين الشباب يبقوا على نفس المنهج الذي قادرين على هذا الورش بسم الله مرحبا معكم يا دي خايدا ساكنة القسبق أخويا بالنسبة لأوراش أخويا 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 أشكروا جمعية الحكمة وقاموا أخويا نحن سبحث عن تبخل أخويا يجب أن تتعاون ساكنة ساكنة لم تعد عدد أخويا كما تقدمو مهتم أخويا هذا العمل الوحدي لكم سأل الله سأل الله بوحد واتغالي هي سارعة بطلاع لكم مشهورين ثم لهذا العمل ولكن هنا التوعية للمحافظة عن هذا المشروع فالقديمة هذا النظر تسقع كنت من نوم السكينة يحافظون على هذا الشيء ويساعدونها بشيء واحد ويحافظون على شيء جديد أي شيء قدرناها جديد في الديفردر كنت من نوم السكينة يجعلون بشيء يحافظون على الدرسة شكرا لك